والله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إلها له على ما من نبه علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطن التوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب الشرح الأربعين نووي لشيخنا محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عن خيرا ونحن في ليلة الأحد ليلة الحادي عشر من ربيع الآخر لعام واحد واربعين واربعمائة وألف الموافق ليلة الثامن من الشار الثاني عشر لعام تسعة عشر وألفين وما زلنا مع الحديث الثاني حديث جبريل وقد وقفنا على قول شيخنا رحمه الله تعالى وقد احتج المشركون صح طبعا لعندي صفحة اثنين وتسعين تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين قال الشارح رحمه الله تعالى وقد احتج المشركون بالقدر على شركهم كما قال الله عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء والجواب قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فلم تقبل منهم هذه الحجة لأن الله تعالى جعل ذلك تكذيبا وجعل له عقوبة حتى ذاقوا بأسنا نعم يعني الاحتجاج بالقدر على المعاصي حجة قديمة وقال جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فاحتجوا بمشيئة الله طبعا معروف أن المشيئة رتب المراتب القدر اللي هي العلم كتابة المشيئة الخلق علم الله جل وعلا مقادر كل شيء كتب مقادر كل شيء شاء أن يخلق الخلق خلقهم إن كل شيء خلقناه بقدر يعني علمناه وكتبناه وشئنا أن نخلقه فخلقناه فالمشركون يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا يحتجون بمشيئة الله عز وجل في تعليل شركهم فرب العالم كذبهم فقال جل وعلا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا يعني عذابنا الشديد فكون جل وعلا يقول كذلك كذب الذين من قبلهم يعني أن الاحتجاج بالقدر ليس بحجة بل من احتج بالقدر فهو كاذب يقول الشيخ فلم تقبل منهم هذه الحجة لأن الله تعالى جعل ذلك تكذيبا وجعله عقوبة في قولي حتى ذاقوا بأسنا هذا الكلام يحتاج إلى شرح انتبهوا ما الدليل بأن هذه الحجة ليست حجة صالحة للاحتجاج هذا واضح لأن الله جل وعقال كذلك كذب الذين من قبلهم فلم تقبل حجتهم بل هم كاذبون في ذلك لكن الذي يريد أن نبينه الآن ما وجه الكذب أين الكذب في كلامهم أين الكذب في كلامهم الكذب في كلامهم أنهم ما يعلمون مشيئة الله عز وجل حتى يستدلوا بمشيئته وما أدرك بأن الله عز وجل شاء لك أن تكفر حتى تكفر وما أدرك بأن الله جل وعلا شاء لك أن تشرك حتى تشرك أليس هذا في علم الغيب هل في ثم أحد يعلم ما كتب الله عليه في أحد يعلم لا ما تعلم فكيف تحتج بما لا تعلم كيف تحتج بأن الله قد كتبك مشركا خلاص ربك كتبني مشرك لماذا أحد الله عز وجل لماذا تشرك الله كتبني مشركا لو شاء الله ما كتب لكن كتبني مشركا نقول له وما أدرك إنك كذب فأنت لم تطلع الغيب ولم تنظر في اللحو المحفوظ فتجد أنك إيش ها أنت من المشركين ولذلك ذكرنا كلمة وقلنا مهمة جدا وهي أنه يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج في المعائب الشرك عيب ولا لا أعظم عيب أعظم ذنب فلا يجوز إنسان أن يشرك ويحتج بالقدر بما شئت الله بما كتب الله وما يدريك اعكس لماذا لا توحد الله عز وجل وتقول شاء الله ها أن أعبد الله وحده ولا شريك لا لماذا تشرك وتقول له شاء الله ما أشركت لماذا لا توحد الله وتقول شاء الله أنه وحد الله تبهتوا إذن هذا مدعي لا حجة له كاذب على الله عز وجل عندما زعم بأن الله شاء له أن يشرك فأصر واستمر على الشرك محتجا بمشيئة الله كذاب أو ليس كذاب وجه الكذب عرفنا أنه كذاب لأن الله جل وعلا كذبه وقال كذلك كذب لهم قبلهم يعني أنتم تكذبون وقد كذب الذين من قبلكم لكن الآن هنا نوضح ما الكذب الذي كذبوه أنهم لا اطلاع لهم على على مشيئة الله على ما كتب الله في لوحة المحفوظ حتى تزعم بأن الله عز وجل قد كتبك مشركا فتحتج بالشرك تبهتم لكن لو وقعت المصيبة مصيبة وقعت عرفنا بأن الله كتب هذا الشيء فعند المصيبة نقول إنا لله وإنا ليه راجعون قدر الله ما شاء فعل هذا أمر الله وقع لكن يأتي واحد تارك للصلاة صل لو شاء الله لصليت طيب قم وصل قم وصل أنت ما تعلم ماذا شاء الله لك تصلي أو لا تصلي وأنت أين تبحث فيما قدر الله ولا فيما شرع الله فيما شرع الله وما الذي شرع الله لك أقيم الصلاة صح وأقيم الصلاة هذا المشروع أنت قم بما شرع الله لك لا حجة لك أن تحتد بما لا تعلمه أصلا بما قدره الله فيحتج بالقدر على ما في المصيبة اللي وقعت وقع خلاص عرفنا الآن قدر الله فيها فنقول قدر الله وشاء فعله ولا يحتج في المعائب يترك الصلاة ويقول لو شاء الله لصليت طيب وما أدرك أن الله جل وعلا لم يشرك أن تصلي لماذا ما تقول أصلي وقد شاء الله لي أن أصلي واضح واضح الآن إذن هذه حجة قديمة ولا حديثة الاحتجاج بالقدر قديمة هل هي حجة قائمة لها وجه تستحق يعني لهم حجة عند الله تحتجوا بها الجواب لا الجواب لا لأن الله عز وجل لما احتجوا بالقدر بالمشيئة بمشيئة الله قال كذلك كذب الذين قبلهم حتى ذاقوا بعسنا فقال منهم كاذبون وأنه جل وعلا قد عذبهم فإذن من استمر بالتكذيب كما كذب الذين قبلهم ها سيصيبه ما أصابه نعم ننتقل الآن فإن قال قائل قال فإن قال قائل إن لدينا حديثا أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقدر نعم وهو أن آدم وموسى تحاج تخاصم فقال موسى لآدم أنت أبونا خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها فقال له آدم أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى مرتين أو ثلاثة وفي لفظ فحجه آدم يعني غلبه في الحجة نعم هذا يتمسك به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي ولكن كيف المخرج من هذا والحديث في الصحيحين طيب الآن أولا خلينا نبين ناوج استدلالهم بالحديث موسى عليه السلام يلوم آدم عليه السلام قل أنت الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة يعني لو ما أكلت من الشجرة لكنت الآن في الجنة وذريتك في الجنة أنت فآدم عليه السلام قال أتنوم على شيء قد كتب الله عليه خلاص هذا شيء كتب الله عليه قد كتب الله عليه فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى حج آدم موسى حج آدم موسى وفي لفظه قال فحجه آدم إذن هنا ظهر الحديث أن آدم عليه السلام استدل بماذا بالقدر إذن ممكن يأتي من يأتي ويفعل المعاصي ويستدل بالقدر ويكون له حج كما احتج آدم عليه السلام بالقدر على موسى عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد حجه لما احتج بالقدر عرفتم الصورة هاي يسمونها تصور المسألة تصورها هو الشيء بعدين راح نشوف الجواب الآن تصورت بما استدلوا نزل رجلك بكر أي ورزاك الله خير إذن احتجوا بأن آدم احتجوا بالقدر على أكلم الشجرة وأكلم الشجرة معصية وعصى آدم ربه فاحتجوا بما كتب الله عليه سواء قلنا بمنشيئة أو بما كتب أو بما قدر كله معنى القدر صح؟ لأن القدر علم كتابة مشيئة خلق هل هذه حجة للعاصي؟ يقول نعم حجة آدم استدلبي على موسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه السلام قال فحج آدم موسى طيب الجواب أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا الحديث صحيح ما في مطعم الاستخدام الحدث صحيح نعم أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواب وأجاب تلميذه بن القيم رحمه الله بجواب آخر شيخ الإسلام قال إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب وصار ذنبه سببا لخروجه من الجنة لكنه تاب من الذنب وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل يلوم أباه على شيء تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت بفعله وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم على أن آدم عليه السلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يولاد فكيف يلومه موسى وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يريد لوم آدم على فعل المعصية إنما على المصيبة التي هي من قدر الله وحينئذ يتبين أنه لا حجة في الحديث لمن يستدل على فعل المعاصي إذ إنه احتج على المصيبة وهي الإخراج من الجنة ولهذا قال أخرجتنا ونفسك من الجنة ولم يقل عصيت ربك فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على المصيبة التي حصلت وهي الإخراج من الجنة وإن كان السبب هو فعل آدم عليه السلام وقال رحمه الله اللوم على المصائب وعلى المعائب إن استمر الإنسان فيها طيب الآن آدم عليه السلام لا يقول آم لأن عصى الله عز وجل ثم تاب فتاب الله عليه والتاب من الذنب كمن لا ذنب له صح؟ فكيف تأتي وتحاجني أو تعيرني بالذنب الذي قد تبته إلى الله منه؟ خلاص أنا تبت آدم عليه السلام ما خرج من الجنة آدم عليه السلام عصى ولما عصى صارت معصيته سبب للخروج من الجنة والخروج من الجنة هذا أمر قد كتبه الله عليه لو أراد أن يلومه فليلومه على معصية وأكله من الشجرة لكن موسى ما قال أنت الذي عصيت الله وأكلته من الشجرة لأن موسى ما يخفى عليه بأن آدم عز وجل ثم بما أنه تاب واجتباه الله فالتاب من الذنب كمن لا ذنب له لا مجال أن يلوم على ذنب قد ها تاب الله عز من يعني نظير هذا لو أنه شخصا ما كان كافرا فدخل الإسلام وصار مسلما وحسن إسلامه هل يعقلني يأتي واحد يقول يعيره لماذا كنت كافرا مش أنا لما وجدت وجد نفسك كافرا ماذا فعل أسلم طيب ما المطلوب من مش الكافر لازم يسلم طيب أنا أسلمت ما في مجال تعيري لماذا كنت كافرا لا أنا أنا مسلم ماذا تفعل إذا وجدت كافرا تدعو الإسلام طيب دعيتني الإسلام أو دعاني غيرك فأسلمت إيش لك عندي الآن فأدم موسى عليه السلام هل لا مع آدم عليه السلام للمعصية ولا للنتيجة النتيجة فأدم عليه السلام يقول هذا أمر نتيجة أمر كتبه الله عليه تلومنا على شيء قد كتبه الله قبل أن أخلق طيب إذا ماذا تلومنا عليه تلومنا على المعصية ما في مجال حتى موسى عليه السلام يدرك بينه ما يلوم على المعصية قد تاب لله عز وجل منها كما لا يقول المسلم مسلما كان كافرا وقد أسلم الحمد لله أسلمت هذا الجواب الجواب الأول جواب ابن القيم هذا ابن القيم رحمه الله نعم قال أما تلميذه ابن القيم رحمه الله فأجاب بجواب آخر قال إن اللوم على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من المعصية صحيح فلو أن إنسانا شرب الخمر فجعلت تلومه وهو قد تاب توبة صحيحة وقال هذا أمر مقدر علي وإلا لست من أهل شرب الخمر وتجد عنده من الحزن والندم على المعصية شيئا عظيما فهذا يقول ابن القيم لا بأس به طيب وأما الاحتجاج بالقدر الممنوع طيب الآن آدم عليه السلام أكم الشجرة عمل خطأ صح وتاب الله عز وجل وتاب الله عليه أصبحت المصيبة خروجها من الجنة هذه مصيبة ولا بأس أن يحتج بالقدر على المصائب لكن لا يحتج به على المعائب طيب ما العيب الآن عند آدم عليه السلام بعد أن تاب لا عيبة لأن أصلا التائب من الذنب كمن لا ذنب له لأن أصلا الله جل وعلا يبدل سيئات التائب حسنات فما في عيب الآن عنده حتى تحج وتقول لماذا فعلت كذا وكذا نعم نتيجة الفعل مصيبة وهي الخروج من الجنة ولا بأس أن يستدل بالقدر في المصائب يعني واحد قاد السيارة بسرعة جنونية وكان سكرانا وانقلب وقتل ناس وقتل ركاب اللي معا ثم تاب الله وندم وأحسن التوى فيأتي واحد يقول ايش لماذا ماتوا لماذا قتلتهم صح هنا كنت السبب لكن يقول ايش الآن مصيبة وقعت ايش يقول قدر الله وانشاء فعل لكن الآن الحمد لله ترك الشرب وترك الخمر واستقام فما في مجال ان تستدل عليه او ان تحاج او ان تعيره لان المصيبة التي وقعت وتمت يجوز ان احتج بالقدر على المصائب ولكن اذا كنت مستمرا على عيب لا يجوز ان اقول قدر الله علي واستمر كفعل المشركين الذين اشركوا ويقول لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا وما زالوا على على الشرك هذا لا لا يحتد بالقدر هنا لكن عند المصائب مصيبة وقعت وانتهت حتى لو تسبب بها انسان بمعصة الله حتى لو كان سكران حتى لو كان مسرع حتى لو حتى خلاص قد تمت وقدر الله ما شاء فعل هنا قد يقول قال يعني ما نلومه ما نيعاقب لا ممكن يعاقب اذا كان المسألة فيها عقوبة او فيها دية او فيها قصاص نعم يعاقب عليه لكن من حيث الذنب من تاب تاب الله عليه واضح طيب ايش يقول الشيخ قال واما الاحتجاج بالقدر الممنوع فهو ان يحتج بالقدر ليستمر على معصيته ليستمر على معصيته ارجو ان تفهم هذه ها الممنوع ايش ان يحتج بالقدر حتى ايش حتى يستمر على معصيته انت ذكروا الحركة هذه عشان تستويبها حتى ايش هذا العيب يستدب القدر حتى ياخذ راحته ويستمر بالمص هذا ممنوع نعم كما فعل المشركون ماذا فعل المشركون اشركوا بالله وش فيهم مستمر بالشرك نعم اما انسان يحتج بالقدر لدفع اللوم عنه مع ان اللوم قد اندفع بتوبته فهذا لا بأس به نعم وهذا الجواب جواب واضح يتصوره الانسان بقرب وان كان كلام شيخ الاسلام رحمه الله اسد واسد واسوب لكن لا مانع بان يجاب بما اجاب به العلامة بن القيم نعم وقال ابن القيم نظير هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين طرق ابنته فاطمة وابن عمه علي رضي الله عنهما ليلا فوجدهما نائمين فقال الا تصليان فكأنه عاب عليهم اي لماذا لم تقوم لصلاة التهجد فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله ان انفسنا بيد الله عز وجل فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا لان علي رضي الله عنه دافع عن نفسه بامر انتهى وانقضى ولو ان انسانا فعل معصية واردنا ان نقيم عليه العقوبة حدا او تعزيرا وقال انا مكتوب علي هذا ولنفرض انه زنى وقل نجردوه مئة جلدة وغربوه عاما عن البلد فقال مهلا هذا شيء مكتوب علي اتنكرون هذا فسنقول لا ننكره مكتوب عليه ولا مش مكتوب عليه كيف عرفتم ما في شيء مش مكتوب كل شيء يقع فيما يحبه الله فيما لا يحبه الله فيما نهى عنه فيما امر به ما في حركة ولا سكون ولا شيء يتقدم ولا يتأخر ولا يرتفع ولا ينقض الا وقد شاء الله ان يقع كما شاء الا ويقع كما شاء الله عز وجل صح ليس كذلك لا طيب كم فسنقول لا ننكره فيقول لا لو محلي بان هذا الزنى وقع بمشيئة الله كيف عرفنا لانه وقع لو شاء الله اللا يزني لمنعه ولا يعني ذاك ان الله جل وعلا يحب هذه الفاعشة او امر بها او شرع لا قل ان الله لا يحب ان الله لا يحب الفساد قل امر ربي بالقصد ما امر الله عز وجل بالفساد لكن شاءه نعم ما في شيء موجود الا بمشيئة الله الشيطان مخلوق وهو رأس الشر اليس بمشيئة الله الم يخلقه الله ولا في خالق غير الله خلق الشيطان لا الله قال كل شيء حتى ما لا يحب لكن ما لا يحب خلق او لحكمة فلو لم يخلق الله شياطين ما صار الاختبار والابتلاء الذي خلقنا من اجله الذي خلقنا الموت والحياته يبلوكم ايكم احسن عمل فلابد ان يخلق الله شياطين وكفار ومنافقين وفساق ومغريات وشهوات حتى يحصل الاختبار والابتلاء نعم فيقول وهذا جواب صحيح صحيح ما سرق الله او قد سرق انتهى الان ايه فقال عمر ونحن لا نقطعك الا بقدر الله فغلبه عمر رضي الله عنه بل نقول اننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله نعم فالسارق سرق بقدر الله لكنه لم يسرق بشرع الله ونحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله ولكن عمر رضي الله عنه سكت عن مسألة الشرق من اجل ان يقابل هذا المحتج بمثل حجته يعني انصحت هذه القصة مرويهي في كتب العقيدة فيه لم يتكلم عن موضوع القدر انه سارقا رفعي لعم الخطاب فامر ان تقطع يده قد تحققت فيه شروط القط فقال مهلا يا امر المؤمن والله قد سرقت بقدر الله فقال ونحن نقطع يدك بقدر الله حلن نقطعها ونقول لا ايش بقدر الله هنا لم تبق له حجة تبهتم يقول الشيخ مع انه عمر لم امر بقطع يده امره شرعا لان الله جل العقل فيه كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا اديهما جزاء مما كسبنا كامل الله والله عزي حكيم لكن عمر انصحف القصة يقول لجأ الى حجته نفسه قال بما انك تقول سرقت بقدر الله بعد نحن نقطع يدك ونقول هذا بقدر الله واضح طيب فاتبين الان قال فاتبين الان ان الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل باطل نعم والاحتجاج بالقدر على فوات المطلوب باطل ايضا نعم ولذلك نرى الناس الان يتسابقون الى الوظائف باختيارهم ولا يفوتونها ولو ان الانسان تقاعس ولم يتقدم للامه الناس على هذا مما يدل دلالة واضحة على ان الانسان له ارادة وله اختيار نعم فبطل بذلك احتجاج العاصي بقدر الله على معاصي الله ونقول له ان تقدرت الان ان الله قد كتب عليك المعصية فعصيت فلماذا لم تقدر ان الله كتب لك الطاعة واطعت لان القدر سر مكتوم لا يعلمه الا الله صح ولا نعلم ماذا قضى الله وقدر الا بعد الوقوع فاذا كنت اقدمت على المعصية فلماذا لم تقدم على الطاعة وتقول انها بقضاء الله وقدره صح ان واحد معصيت ترك الصلاة ترك الصلاة معصية عظيمة بل هي كفر فلماذا نقول له صل وقل قدر الله ان يصلي الان قد اذن قم صل قال قدر الله اني ما اقوم واذهب للصلاة وما ادرك بان الله قد كتب عليك ان هذا الصلاة ما تصلي ليش ما تفرض ان الله كتب عليك انك تصلي قم صل هذا لا يجز احتجاج بالقدر لترك الفرائض لفعل المعاصي وانما اذا واقع شي وانتهى عرفنا قدر الله في ذلك فنقول قدر الله ما شاء بعد واضح نعم كمل والامر والحمد لله واضح المثل اخر بان كل الناس يعرفون بان الارزاق مقدرة ولا لا الارزاق مقدرة ولا لا ومع ذاك الناس ماذا يفعلون سعون اليها لماذا واحد لا يدعو الطعام والشراب والطعام قدره الله كل واحد يأكل ايش ما اقدر الله له كل واحد يشرب ما اقدر الله له لا يأخذ إلا رزقه الذي كتب الله له صح لماذا أنت تمد يدك وتأخذ الماء وتأخذ الطعام لماذا لا تتوقف وقول إيش رزقي سيأتيني لا أقشي أقشي تمد يدك تفتح فمك تبلع ولا لا أقشي في عمل تقوم به ولا لا في عمل ولا لا في عمل تقوم به فكذلك كمانك تمد يدك وتفتح فمك وتبتع الطعام قم توضى ومشي للصلاة واستقبل قبل وكبر صح هذا الرزق مكتوب وهذه الهداية والعبادة مكتوبة بل أعظم الرزق هو إيش العمل الصالح أن يرزقك الله عز وجل عملا صالحا فكما أرزقك الله عز وجل طعاما وشرابا أن يرزقك أيضا طاعة وتوفيقا وسدادا لكن هذا يحتاج إلى سعي وهذا ما يحتاج إلى سعي هذا أيضا يحتاج إلى سعي فذلك ربنا جل وعلي قليش فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة هذا الشيء يقوم به العدل أو لا اتقى ها هو الذي يتقي هو الذي يصدق هو الذي يقوم بهذا الشيء فسن يسره اليسراء وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنة فسن يسره العسراء هل تراحظوا هذا الشيء هؤلاء سعوا إلى الهداية وأعطوا واتقوا الله عز وجل فيسر الله لهم الحسنة الجنة وأولاك بخلوا واستغنوا امتنعوا عن القيام بأمر الله وتقواه فيسر الله لهم ها النار والعياذ بالله هكذا نعم والأمر واضح نعم والأمر والحمد لله واضح نعم ولولا ما أثير حول القضايا والقدر لكان لا حاجة إلى البحث فيه لأنه واضح جدا وأنه لا حجة بالقدر على فعل المعاصي ولا على ترك الواجبات المرتبة الرابعة ومن جميل ما استدلوا به على أن القدر ليس حجة للعاصة يحتج به استدلوا بقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فذكر الله عز وجل أن الحجة تنقطع عليه بماذا بإرسال الرسل المبشرين ومنذرين فلو كان القدر حجة يحتج بها العاصي على الله عز وجل لمن قطعت هذه الحجة بإرسال الرسل هل يبقى لأحد حجة إذا أرسل له رسولا وأنزل معه كتابة وأنزل الله معه كتابا ما الحجة فربنا جل وعلا لما ذكر أن الحجة تنقطع بإرسال الرسل المبشرين ومنذرين دل على أن القدر ليس حجة صالح على الاحتجاج واضح الاستدلال واضح المعنى بما يقيم الله الحجة على عبادة بإرسال الرسل وإنزال الكتب فلما قال جل له على رسل المبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجته بعد الرسل دل على أن القدر ليس بحجة إذ الحجة بعدم إرسال الرسل لكن إذا أرسل الله الرسل لم يبقى لهم حجة نعم المرتبة الرابعة الرابعة ما المرتبة الأولى والثانية والثالثة حتى نعرف أن الرابع الخلق نعم العلم الكتابة المشيئة الخلق نعم فكل ما في الكون فهو مخلوق لله عز وجل نعم فبالنسبة لما يحدثه الله تعالى من فعله كالمطر وإنبات الأرض وما أشبه ذلك فهو مخلوق لله تعالى لا شك نعم لكن بالنسبة لفعل العبد هل هو مخلوق لله أم لا الجواب نعم مخلوق لله فحركات واضح بأن المخلوقات نعم مخلوق لله طيب أفعال العباد مخلوق لله أيضا الجواب نعم مخلوق لله نعم الجواب نعم مخلوق لله فحركات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله ووجه ذلك أولا أن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة طيب قبل أولا الآن العبد مخلوق لله صح وأفعاله مخلوق لله ذكرنا هذا وأن نذكر حتى نثبت المعلومة أولا بما نلعب مخلوق لله طيب وما يصدر عنه أيذا مخلوق لله يعني هذا واضح يعني هو مخلوق طيب لونه مخلوق رأسه هو مخلوق لله طيب كلامه تصرفه حركاته هو مخلوق هو ما يصدر عنه إذن هو إيش هو مخلوق وأفعاله مخلوق ذاته مخلوق لله وأفعاله مخلوق لله أقواله حركاته سكناته مشه هو مخلوق وأفعاله مخلوق لمن لا عزو الله يقول الله خار كل شيء طيب الجواب أولا أولا أن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة به ما يفعل حط واحد على إرادة واثنين على قدرة أعطاه ماذا إرادة وقدرة به ما يفعل نعم فسبب إيجاد العبد لما يوجده الإرادة الجازمة والقدرة التامة وهتان صفتان مخلوقتان لله وخالق السبب خالق للمسبب ذكرت مثالا كررت كثيرا احفظه هذا الآن أمام الماء إذا أريد أن أشرب وعندي قدرة على الشرب تم الشرب أريد وأقدر بسم الله شرب كيف شربت أريد أن أشرب الحمد لله لا موجود وعندي قدرة على الشرب شربت صح؟ لو كنت لا أريد أن أشرب وين كنت أقدر لكن ما أريد فرض ميصان أول حاجة فلاني ما أشربها أو فيه سكرة يعني لأي سبب ما أريد هل يتم الشرب وأنا لا أريد ما يتم طيب لو أنه شخصا ما يريد أطشان لكن الماء بعيد أو الماء يباع وما عنده ماء يشتريه ها يستطيع يشرب مع أنه مع أنه يريد ولكنه لا يستطيع إذن متى يتم الأمر بإرادة تامة بإرادة جازمة وقدرة تامة أريد وأقدر فعلت صح؟ لو ما أريد ما فعلت لو أريد ولا أقدر ما فعلت لو أقدر ولا أريد ما فعلت اجتمعت الإرادة الجازمة والقدرة التامة بهما فعلت السؤال ما الذي خلق فيه إرادة جازمة وقدرة تامة بهما أفعل أشياء الله عز إذن صدق أن نقول ماذا الله خلق العباد وخلق أفعالهم واضح؟ طيب كمل قال ثانيا أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفه فكما أنه مخلوق لله بجسمه فهو مخلوق له بوصفه ففعله مخلوق لله عز وجل كما أن الطول والقصر والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله والسمن والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله فكذلك أيضا أفعال الإنسان مخلوقة لله لأنها صفة من أوصافه وخالق الأصل خالق للصفة واضح خلق الله لونك وطولك ووزنك وشكلك ذكر أنثى كل شيء مخلوق فيك أيضا حركاتك مشيك ذهابك إيابك أكلك شربك فخلق الله العباد وخلق أفعالهم طيب كم ويدل لهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون أيوة الذي يشكل على الناس ينكرون الله خلق أفعال العباد خلق العباد صح يقول كان معك بس خلق أفعالهم الذي يشكل عليهم أن من أفعالهم ما هو مشين ما هو سيء ما هو معصير الله ما هو منكر فيقول كيف نقول بأن الله خلق الزنا خلق السرقة خلق الظلم وهو لا يحب الظلم ولا يحب الفساد ولا يحب الفواحش فيشكل عليهم أن من أفعال العباد ما هو السيء ما هو منكر ما هو فواحش فكيف نقول بأن الله خلق المنكرات خلق الفواحش خلق الزنا خلق شرب القمر هذه المشكلة عندهم واضح واضح أو أشي تصور المسألة عجب بعدين عنهم واضح واضح طيب هنا في مصيبة أكبر لو قلنا بأن الله لم يخلق أفعال عبادة التي منها ما هو سيء ومشين إذا من خلقها سنقع أو سيقعوا في شيء شر من ما هربوا منه وهو أن إيش إثبات خالقين غير الله يخلقون وهذا شركوا بالربوبية هذا شركوا بالربوبية ما الذي ألجأهم إلى ذلك استشكلوا إذا قلنا بأن الله خلق العباد والعباد يفعلون المعاصي يعني ربنا جل وعلا خلق العباد وخلق المعاصي زنة منكرات كذب ظلم هذا بعد أيضا خلقها الله طيب لحظة إذا ما خلق الله من خلقها شوف المصيبة سيقعوا فيها ها أثبتوا خالقين غير الله غير الله يخلقون المعاصي وهذه عقيدة المجوس فالمجوس قالوا هذا العالم له خالقان اذنان الظلام أو الظلمة خلقت الشر والنور خلق الخير فأشركوا لذا سموا الثنوية الثنوية لأنه ما يقلون يقلون للخل العالم خالقان اثنان فهؤلاء القدرية الذين يقولون العبد يخلق أفعال نفسه أو فعل نفسه جعلوه خالقا وكم خالق ليس فقط الظلام والنور وإنما هو بعدد العباد كل واحد يخلق كل واحد يخلق صار الخالقون كثيرين بعدد العباد حتى الحيوالة تخلق أفعال نفسها حتى الطيور تخلق أفعال نفسها حتى الأسماك شرك كبير بالربوبية حينئذن تبهتم إذن ما المخرج من هذا المخرج ما قال الله عز جل والله خلقكم وما تعملون حتى المعاصي انتظر هذه الآية والله خلقكم وما تعملون أصلا في سياقي ماذا قصة إبراهيم عليه السلام وهو ينكر على قومه عبادة الأصنام وعبادة الأصنام أشهد من الزنا ولا لا أشهد بكثير شرك بالله قال لهم وهم يعبد الأصنام قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون حلا يا صريحة بأن الله خلقكم والذي تعملونه أو خلقكم وعملكم سواء ما كانت مصدرية أو موصولة على نوحمة سيبي الشيخ واضح واضح فلا يجوز أن نفر مما يستشكل بعض الناس فنقع بشر مما فررنا منه ووشرك بالربوبية فنثبت للعالم خالقين غير الله عز وجل والله يقول جل وعلا الله خالق كل شيء حتى الشياطين حتى الشياطين إن لم نقل بلنا الله خلقهم إذن يلزم من ذاك ماذا غير الله خالق وهذا حتى الشيطان ما قالها حتى إبليس ما قال بل ماذا قال إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يعني حتى إبليس أثبت بأن الذي خلقه من نار الله عز وجل تبهتم من هذا ولا لا فالله خال كل شيء خلق ما يحب وما لا يحب والمشكلة عند هؤلاء أنه كيف يقلق الله ما لا يحب هذا سهل جدا أنت أيها الإنسان ذو الحكمة المحدودة تفعل الشيء لا تحب ولا لا ألا يضرب الأدب ابنه تعديبا وهو لا يحب أن يضرب لكن ها لأدبه ألا يجري عملية جراحية وينفق عليها أموال وهي جرح وجع ولا لا لماذا هل يريد الوجع ذاته ولا ما يترتب عليه ما يترتب عليه ألا يحب الله عز وجل الذي يقاتل في سبيل صفا كأنه بنيا مرصوص يحبهم لما يحبهم يقاتلون من إذا ما في كفار يقاتل المسلمون ما صار هذا الأمر الذي يحبه الله ألا يريد الله أن يتقن عباده شهداء ويبلغون مرتبة الشهادة في سبيل الله كيف يصنوا شهداء أو لا ما لم يكن في كفار ظلم معتدون يقتلوا المسلمين فيصنوا شهداء ألا يحب الله التوابين ويحب المتطهرين من هم التوابون الذين عصوا الله عز وجل فتابوا فتابوا الله عليهم أليس الله عز وجل ذو انتقام ممن ينتقم ممن يستحق الانتقام كالرافضة سبابة الصحابة كفارة صحاب النبي صلى الله عليه وسلم هينتقم الله منهم ولا لا إذن لو الناس ما عصت ما ظهرت حتى صفحة الله عز وجل التواب الغفور عزيز الانتقام على من يتكبر الله عز وجل لم يكن هناك مقلوقات يتكبر الله عليهم ربنا جل وعلا من أسماه الستير على من يستر أهل ميش أهل معاصب الفضايح ولا لا إذن ربنا جل وعلا له حكمة لما خلق ما لا يحب فأنت مخلوق محدود الحكمة تفعل أشياء لا تحبها ولا لا اللي يدفع الغرامات علشان يمشي المعاملة هم بسوط يدفع غرامات ربما لا يملك فماذا يفعل ها يسأل الناس سواء لا لماذا لماذا يسأل الناس علشان يدفع غرامة هو ما يحب الغرامة أيش أعمل ما تمشي معاملتي حتى أدفع غرامتي فأجد جوازي حتى 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 صعب حتى أشيل منع السفر حتى ألا أدفع فهو دفع هنا أعطى واحد وقالت زاك الله خير فرجت عني وزاد حبك عندي هو ما يشأل فيها سيرميها على مخالفات وعلى غرامات وعلى وعلى ومع ذلك هو مبسوط إذا دفع اللي عليها يفرح هل فعل يحب الغرامات ها يكرهها ولا يحبها يعني أول ما يقول عليك غرامة 400 دينار وطبع الضغط عندها صحب أو لا لكن إيش لما يدفعها لأنه يريد أن تسير معاملته حتى يرفع منع السفر حتى يجد الجواز حتى 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 طيب الاطفائي ماذا يفعل ذا جاهدا لي لي الاطفائي الحريق ها كسر وحض ليش يتكسر ليش يبهد دافعين في فلوس صغير عن واحد البيت المحترق وجي الاطفائي يكسر لا تكسر يبهد يطف بدون لا تكسر يصير ها يصير ما يصير ليش تكسر ليش ليش إن الله لا يحب الفساد لا تعتدي ولا تعتد إن الله لا يحب المعتد هذا ليس باعتداء عيالك داخل بأكسر عشان أدخل أطلع اعتداء هذا اعتداء هذا ليس باعتداء صح إنه شر تكسير وخسائر لكن ما أردته لذات أردته ما يترتب عليه وعلى هذا الإنسان ذو حكمة ها يعني محدودة ومع ذاك يفعل أشياء هو لا يحبها ولا يريدها لذاتها وإنما يريد ما يترتب عليها دخلت مزرعة ذات يوم فهؤلاء ماذا يفعلون أنه يقطعون من ثوق النخل ويتمتل الأرض هو يضحك صاحب المزرعة يقول مجانين ها ليش 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 قال هذه النقلة إذا صار فيها عشرين عثق يطلع الثمر صغير وتجارية هذا ما يمشي لكن أقطع من كل نقلة اثناع عشق وبقي ثمانية وتعال تفرج اثناع عشق يرمى ويبقى ثمانية اللي ما يعرف يقول إيش حظه والله ما هاهبية مثلي عشرين أحسن من ثمانية ولا لا 8 أحسن من 20 8 أحسن أو 20 أحسن في الصورة صورتها لكم 8 أمbeiter 8 أم chaos لا هنتصد مراعي ثمانية يحسن من 20 لأن العشرين رح يتمر يطلع ضعيف صغير تجاريا هذا لا يصلح حتى الأكل لا يصلح يصلح علف لكن ويطلع لما يرمي منها اثنى عشر ويبقى ثمانية تطلع ثمرة على كيف كيف اذا هنا يعني هو لو حاصل لهذا المزارع انه يطلع عشرين عثق ثمر ممتاز يخلي عشرين ولا يقطع يخلي عشرين لكن ما يطلع انه خلا عشرين ما يضبط معه انسانه انسان يفعل افعال هو لا يريدها لذاتها يريد لما يترتب عليها فربنا جل وعلا لما خلق الموت والحياة للبلاء ليبلوكم كيف يتم البلاء ها كيف يتم البلاء لا بد يخلق شياطين وشهوات او الاخرى حتى يحصل الامتلاء من السبع الذين يظلوا ما الله في ظله يوم لا ظله الا ظله امرأة رجل عفوا رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال هذه مستقيمة ولا فاجرة فاجرة صح فاجرة جاء تدعو هذا الرجل الى الفاحشة لكن لما صادتها الفاجرة دعته الفاحشة وقال اني أخاف الله صار ايش اخوان من السبع الذين يظلمه الله في ظله يوم لا ظله الا ظله ما بلغ هذه الرتبة الا بفعل هذه الفاجرة والشهيد في سبيل الله ولا تحسبن الذي يقتل في سبيل الله امواتا بل احياءه عند ربهم يرزاهم فريحين بما عتهم الله كيف وصل مرتبة الشهادة هذه لو لا هذا الظالم هذا القاتل هذا المجرم هذا المشرك الذي قتله صح سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه على ايه استصار سيد السبع لانه قتل في سبيل الله لو لم يقتل في سبيل الله ها ما صار سيد الشهداء النبي عليه الصلاة والسلام قدمت الامرأة يهودية شاتا مسمومة سيد المتواضعين تواضع له واستجاب دعوته امرأة وهو نبي الله وعلى غير ملته وتواضع واستجاب لها وإلا بها تضع السم في الشات وتكثر من السم في الذراع لانه علمت بانه اعجب اللحم النبي صلى الله عليه وسلم الذراع فزارته لو شاء الله عز وجل اوحى الى نبي محمد صلى الله عليه وسلم انها مسمومة قبل ان يأكل قبل ان يذهب لم استجاب الى اصلا لكن الله له حكمة الى يومنا هذا يقولون ان الاثنى عشر يعلمون الغيب ان الامة يعلموا الغيب اليوم فيه دجان محمد صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب اكل من شات مسموما ولو تعمد اي انسان ان يأكل سما ملام على ذاك ولا لا ملام ولا تقتو انفسكم فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب هذه القصة وقعت حتى تكون نثباتا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فكيف من دونه ثم عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا عظيما في العفو دعاها وسألها لما فعلت استجبت لك لما تفعلين هذا قالت قلت ان كنت نبي الله حقا سينجيك الله يهودية وان كنت كاذب ان ارحت الناس منك انت اما نبي الله ينجيك وانما كاذب ارحت الناس منك فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وضرب مثلا بالعفو يجب ما عيش منك كيف واحد يعفو على هذا الفعل بعض الناس يقول ربما ضيعتني ولا سوتني ولا كذا ولا جرحتني بالكلبة فلانية ما عادة كلمك قسم بالله ما يجتمع معك تعسق فاحد بعض الناس يبلغ يبالغ في عدم العفو حتى سمعي بعضهم قال فلان لو يدخل جنة انا ما بالجنة هذا يصبح في الجنة اعوذ بالله هذا كفر بالله مات بالجنة ايش هالكلام هذا لكن شوف النبي امرأة يهودية على غير من التي تسممه وإن نبي يعفو مثل عظيم اقتدي يا من تريد الاقتداء ثم صلاة صلاة ربه السلام عليه بقي السم في بدنه فلما حضرت الوفاة قال اني اجد اثر السم الذي وضعته اليهودية قال بعض العلم فكان من السباب وفاة السم فجمع الله له كل الفضائل حتى الشهادة في سبيله شوف اذا الله لا حكمة اذا الله قال كل شيء يعني ها الخير والشر من يحب ومن لا يحب العباد وافعال العباد كل مخلوق فالله خالقه ما من ذرة تخرج عن خلق الله ولا عن ملكه ولا عن تدبيره هو جل وعلا رب العالمين يعني خالق كل شيء ومالك قلوا معي لكل شيء ومدبر لكل شيء عبد اقرأ قال والآية تحتمل معنيين اي آية والله خلقكم وما تعملون نعم المعنى الاول ان تكون ما مصدرية والمعنى خلقكم وخلق عملكم نعم اذا صاد مصدرية والله خلقكم وما تعملون يعني وعملكم عمل مصدر ايش الفعل الماضي منه عاملة عاملة المضارع يعملوا المصدر عملا فصار المعنى والله خلقكم وعملكم واضح هذه مصدرية قال وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى والمعنى الثاني أن تكون ما اسما موصولا ويكون المعنى اسم موصول ما اسم الموصول اسم الموصول الذي صح التي اللذان اللتان اللاعي اللاتي اللذين صح باقي بعده ما ومن اسم الموصول الذي اللذان الذين التي اللتان اللاتي اللاعي وما ومن واضح فهنا ما معنى والله خلقكم وما تعملون إذا كانت موصولا يعني والله خلقكم ها والذي تعملون هذا معنى ما الموصول الموصول مريخة عرفتها نعم شنها الاسم الموصول عدها الذي اللذاني لا قبل قبل خليل ذكروا شيء الذي اللذاني الذين المؤنث التي اللتاني اللاعي اللاعي واللاتي وبعدين ما ومن فصار فصار هنا ايش معنى اذا كانت ما موصولا والله خلقكم وما تعملون يعني والله خلقكم والذي تعملونه يقول الشيخ سواء قلنا ما مصدرية او ما موصول على المعنيين تدل الآية على ان الله خلق العباد وخلق فعالهم مصدرية والله خلقكم وعملكم يعني وخلق عملكم هذه ايش مصدرية موصولة والله خلقكم والذي تعملونه نعم ويكون المعنى خلقكم وخلق الذي تعملونه وتجعلونه آلهة اصناما فآلهتهم هذه مخلوقة وعلى هذا المعنى يمكن ان نقول ان الآية دليل على خلق افعال العباد على هذا التقدير لانه اذا كان المعمول مخلوقا لله لازم ان يكون عمل الانسان مخلوقا لان المعمول كان بعمل الانسان فالانسان هو الذي بشر العمل في المعمول فاذا كان المعمول مخلوقا لله وهو فعل العبد لازم ان يكون فعل العبد مخلوقا يكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين أي احتمالين ها ما مصدرية أو ما موصورة نعم هل سمعت مصدرية هل سمعت مصدرية وليد مصدرية شلون ايش الفعل الماضي من من عاملة عاملة المضارع يعمل مصدر مفعول مطلق عملا عملا يعمل عملا عملا هي المصدر الآن نخليها مصدر والله خلقكم وعملكم وما تعملون يعني وعملكم ما وفعل تعملون مصدرية يكونان مصدرا يعني والله خلقكم وعملكم هذا ما المصدرية مع الفيلم ضارع كوناني مصدرا والله خلقكم وعملكم اذا موصولة اسمها الموصولة الذي الذان الذين التي 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 اللات الله ما هو من شيء صدر المعنى والله خلقكم والذي تعملونه صالة الاية الصريحة بماذا تدعى ماذا على ان الله خلق العباد وخلق افعاله نعم قال ومن فوائد الحديث التاسع عشر ان القدر ليس فيه شر وانما الشر في المقدور وتوضيح ذلك بان القدر بالنسبة لفعل الله كله خير ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك لا ينسب اليك فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر ابدا لانه صادر عن رحمة وحكمة لان الشر المحضى لا يقع الا من الشرير والله تعالى خير وابقى اذا هنا في امر مهم جدا انا ذكرت سابقا اذكر الان في فرق بين فعل الله ومفعولات الله فعله ومفعولاته فعله صفاته فعال لما يريد صح يفعل ما يشاء ليس كذلك ليس كذلك يفعل ما يشاء فعال لما يريد كله فعل الله خير وكمال اين الشر خير وشر في مفعولات الله يعني في مخلوقاته لا في افعاله افعاله صفاته ومخلوقاته مخلوقاته فيها خير وفيها شر فيها ملائكة وفيها شياطين فيها انبياء وفيها رافضة ها كلها ايش مخلوقات الله ولا لا ليس كذلك ليس كذلك بلا حلو اذا فعل الله صفته كله كمال ليس فيها شر مفعولات الله ها فيها خير وفيها شر فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر والشر ليس اليك ما معنى الشر ليس اليك يعني ليس من صفاتك او ليس من مخلوقاتك من صفاتك لان مخلوقات الله يا شيخ ها فيها خير وفيها شر فيها خير وفيها شر اما فعل الله كلها كمال اذا فعل الله لما خلق ايبليس فعل الله فعل الله لما خلق ايبليس خير ولا شر خير لانه فعل الله ايبليس نفسه خير ولا شر شر ما المثال الذي ضربته لكم مرارا متكرارا طبيب الجراح طبيب الجراح مهنته وظيفته خير ولا شر خير ولا حسبي الله عليه ها ها يعني إذا عاد أخطأ بالعملية ولا هذا ولا شيء ذلك بس أقصد وظيفته وظيفته خير ولا شر يعني إذا خطب من الناس وسألك عنه يقولين حش الشرير هذا اللي كل يوم شغال شق بطون الناس فعله هذا ايش اخوان وظيفته خير صح أين الشر العملية نفسها حتى المصائل الذي تجرى العملية قال لي ايش سلاماتها ما تشوف شر ما تشوف شر يعني هذا الجرح فيه وجع وفيه شر وفيه دم وفيه وفيه لكن كون الطبيب يقوم بهذا الفعل ها يقدم خير للمريض ولا يقدم له شر يقدم له خير فأفعال الله ها صفاته كلها خير مفعولات الله مخلوقاته ها فيها خير وفيها شر واضح كم على اذا كيف نوجه ونؤمن بالقدر خيره وشره هنا القدر اللي فيه خير وشر يعني مقدور الله صح صح او لا لا عرفنا احنا مقدور الله ها فيه خير وشر لكن فعل الله كله خير كله كمال واضح طيب لما يقول الداعي في دعاء الوتر وقنا شر ما قضيت شر ما قضيت الشر هذا اين موجود في قضاء الله الذي فعله ولا في مقضيات الله التي مخلوقاته في مقضيات الله فرق بين هذا وهذا نعم كم قال الجواب ان نقول المفعولات والمخلوقات هي التي فيها خير والشر المفعولات المخلوقات واضح طيب فيها خير وشر اما اما اصل فعل الله تعالى وهو القدر فلا شر فيه لان فعل الله ماذا اخوان صفاته لان فعل الله ماذا وفعل الله كله كمال نعم مثال ذلك قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس هذا بيان سبب فساد الارض واما الحكمة فقال ليذيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون ما معنى لعلهم يرجعون لعلة يعني لكي يرجعوا اذا هاي نعمة من الله عز وجل يصيب العباد بالبلاء حتى يرجعوا اليه فنعمة ان يرجع الانسان الله تبارك تعالى نعم اذا هذه مصائب من جدب الارض ومرض او فقر ولكن مآلها الى خير فصار الشر لا يضاف الى الرب لكن يضاف الى المفعولات والمخلوقات مع انها شر من وجه وخير من وجه اخر لا اله فتكون شرا بالنظر الى ما يحصل منها من الاذية ولكنها خير بما يحصل منها من العاقبة الحميدة قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون نعم وقال تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق فنسب الشر الى المخلوق ومن الحكمة ان يكون في المخلوق خير وشر لانه لو لا الشر ما عرف الخير الله أكبر كما قيل وبضدها تتبين الاشياء فلو كان الناس كلهم على خير ما عرفنا الشر ولو كانوا كلهم على شر ما عرفنا الخير كما انه لا يعرف الجمال الا بوجود القبيح فلو كانت الاشياء كلها جمالا ما عرفنا القبيح الله أكبر اذا ايجاد الشر لنعرف بها الخير لكن كون الله تعالى يوجد هذا الشر ليس شرا فهنا فرق بين الفعل والمفعول ففعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه ومفعوله الذي هو مقدر الذي هو مقدره ينقسم إلى خير وشر وهذا الشر الموجود في المخلوق لحكمة عظيمة فإذا قال قائل لماذا قدر الله الشر فالجواب أولا ليعرف به الخير الله أكبر ثانيا من أجل أن يلجأ الناس إلى الله عز وجل ثالثا من أجل أن يلجأ الناس إلى الله عز وجل يتوب إلى الله فكم من إنسان لا يحمله على الورد ليلا أو نهارا إلا مخافة شرور الخلق فتجده يحافظ على الأوراد لتحفظه من الشرور فهذه الشرور في المخلوقات لتحمل الإنسان على الأذكار والأوراد وما أشبهها فهي خير نعم ولنضرب مثلا في رجل له ابن مشفق عليه تماما وأصيب الابن بمرض وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن بالنار ولا شك أن النار مؤلمة للابن لكن الأب يكويه لما يرجو من المصلحة بهذا الكي مع أن الكي في نفسه شر لكن نتيجته خير صحيح وإذا علمت أن فعل الله عز وجل الذي هو فعله كله خير اطمأننت إلى مقدور الله عز وجل واستسلمت تماما وكنت كما قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقما هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم والإنسان إذا رضي بالقدر حقا استراح من الحزن والهم بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما ينفع ثم إذا اختلفت الأمور فقل هذا قدر الله وما شاء أفعل وليس المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف قوي العضلات بل المراد المؤمن القوي في إيمانه لا في جسمه فكم من إنسان قوي الجسم لكن لا خير فيه وبالعكس وبهذه المناسبة لو كتبت هذه الجملة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف على لوحة كبيرة فوق ملعب الرياضي على أن المراد بالمؤمن القوي قوي العضلات فإن هذا لا يجوز لا يجوز صحيح لأن نصناه المرادة قوة الإيمان ليس قوة العضلات والأبدال نعم فالمهم أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك وإنما ينسب الشر إلى المخلوقات قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق نعم فالشر ينسب إلى المخلوقات وهنا مسألة هل في تقدير إيجاد المخلوقات الشريرة حكمة؟ أكيد الجواب نعم حكمة عظيمة ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا قدر المخلوقات الخيرة فالذيب مثلا صغير الجسم بالنسبة للبعير ومع ذلك الذيب يأكل الإنسان كما قال الله تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب عليه السلام وأخاف أن يأكله الذيب ومعلوم أن البعير لا يأكل الإنسان بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغير قال الله عز وجل أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فتأمل الحكمة البالغة أن الله تعالى خلق الإبل وهي أجسام كبيرة وأمرنا الله تعالى أن نتدبر حيث قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وخلق الذئاب وأشباهها مما يؤذي بني آدم حتى يعلم الناس قدرة الله عز وجل وأن الأمور كلها بيده سبحانه نعم الفائدة العشرون أن الساعة أما حكم الله عظيمة وكثيرة وواسعة علمها من علم منها شيئا وجهلنا أكثرها وهنا دائما نكرر كلمة أن من أراد أن يعلم حكمة الله في كل شيء في كل شيء معناه أراد أن يكون مثل الله ذلك الله الذي يحيطه بكل شيء بعض الناس يريد أن يعلم حكمة الله فيما خلق وفيما شرع لما خلق كذا ولما شرع كذا ولما أمر بكذا ولمنع عن كذا لماذا فعل كذا وكذا من أنت الملائكة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت نعم الفائدة العشرون أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل لأن أفضل الرسل من الملائكة سأل أفضل الرسل من البشر عنها فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل نعم ويترتب على هذه الفائدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني فإنه يكون كافرا لأنه مكذب للقرآن والسنة صحيح نعم الفائدة الواحد والعشرون عظم الساعة ولهذا جاءت لها أمارات حتى يستعد الناس لها رزقنا الله وإياكم الاستعداد لها آمين الفائدة الثانية والعشرون أننا إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته لأن جبريل عليه السلام قال أخبرني عن أماراتها نعم الفائدة الثالثة والعشرون ضرب المثل بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وفي لفظ ربها والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشائية تطاولون في البنياء نعم فإن قال قائل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارات أخرى أوضح من هذا نعم فالجواب أن العلامات بينا واضحة لا يحتاج السؤال عنها ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلى ذكر هذه الصورة نعم الفائدة الرابعة والعشرون أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر لقوله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق الله وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليه الجواب قال الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ولهم أجنحة يطيرون بها كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة واربع الفائدة الخامسة والعشرون إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل الفائدة السادسة والعشرون أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم مع أن الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان سؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها وإذا سأل عنها وأجيب صار هو المعلم الفائدة السابعة والعشرون أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة منها لم شهد رجلان على شخص بما ينجب قتله من ردة أو حرابة ثم حكم القاضي بذلك وقتل هذا الشخص ثم رجعوا وقالوا تعمدنا قتله فإن هؤلاء الشهود يقتلون لأن الحكم مبني على شهادتهم وهم السبب ولكن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا إذا تعذرت إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب مثال ذلك يعني شهد رجعا على الشخص بأنه هو الذي قتل أقسموا بالله نعم رأينا يقتل بهذه البينة حكم عليه بالقصص فقتل ثم بعد ذلك حصل اعتراف منهم قد يكون بعضهم مثلا الخلاف بينهم قال أنت الصالحنا كذبنا عليهم على العدائي تصير كثير هذه يعترفون بعدما تم الأمر فهؤلاء يقتلون بذلك الذي تسببوا بقتله معنى هل قتلوهم ما قتل هم شهدوا عليه بأنه قاتل فقتل قصاصا طيب صورة ثانية واحد تسبب واحد باشر قال رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات فالضمان على الدافع لأنه هو المباشر لا على الذي حفر الحفرة على الذي دبع الرجل في الحفرة نعم مثال آخر رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله فالمباشر هنا هو الأسد والمتسبب الرجل الذي ألقى الآخر بين يدي الأسد أحسن بيعكل باشر هذا الذي ألقى الرجل على الأسد هو الذي نعم فالضمان على الرجل لتعذر إحالة الضمان على الأسد نعم الفائدة الثامنة والعشرون أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين لقوله صلى الله عليه وسلم يعلمكم دينكم ولكن ليس على سبيل التفصيل بل على سبيل الإجمال فإن قال قائل أليس النبي صلى الله كل الدين المذكورة أليس كل الدين على سبيل الإجمال نعم فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاث مرات لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالجواب بلى لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل لأنها من الإسلام يعني مرة يقول الدين نصيحة مرة يقول الذي ذك في الحديث هو دينكم يقول بلى هذا الدين وهذا الدين لكن ما ذكر في حديث جبريل لا يخرج عنيش عن النصيحة وداخل بالنصيحة والله تعالى أعلم كم استغرق معنا الحديث هذا كم أسبوع بدنا فيه تسع محر كم حلقة أخذنا تقريبا عشر أقل أقل أكثر طيب نسأل الله يكون انتفعنا به الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم بارك محمد وعلى الصلاة الجميع